بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصار والأبصار وضياها وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرئ صائم شرعة العبادات الكريمة كلها من الأركان العظيمة التي افترضتها علينا الشريعة المطهرة لا لتكون مجرد طقوس يؤديها الإنسان بشكل ظاهري إنما شرعة هذه الأركان وهذه الفرود ليكون لها نعكاس جوهري وحقيقي على نفس الإنسان وعلى أخلاقي ليحيى حياة صحيحة في مختلف الظروف والأحوال من هذه العبادات ركن الصوم فريضة الصوم والحقيقة أن هذه الفريضة العظيمة لها أركان ولها شروط لكن أيضا لها آداب لابد أن نرعيها حتى نصل إلى تحقيق الثمرة المرجوة من هذه العبادة العظيمة وهي ثمرة التقوى من ثم يحصل المطلوب من أداء هذه العبادة العظيمة وهذا المطلوب هو تهديب النفس تزكية النفس البشرية الصوم في الشرع هو حرمان مؤقت من الطعام والشراب والشهوة لكن في حقيقته خطوة تدريبية مهمة من أجل حرمان النفس دائما من شهواتها المحضورة ونزواتها الممنوعة الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإمساك عن الحلال تدريبا لأن يكون من باب أولى أن يمتنع الإنسان عن أن يأتي الحرام لابد أن نبصر هذا الأمر حينما ورد في الحديث القدسي بأن الصيام جنة يعني حماية ستر للإنسان وقاية للإنسان من النيران كيف ذلك؟ صيان للإنسان حماية للإنسان المؤمن من أن يورد موارد الهلك بالوقوع في العصيان لأن الصيام تدريب عملي للإنسان حتى يأتي مكارم الأخلاق والسلوك الحسن الطيب الذي لا بد أن يكون سلوك أهل الإمام من الأحكام المهمة اللي لا بد أن نحن نرجحها مع حضراتكم إن الصيام على من يجب يجب على المسلم العاقل البالغ المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم العاقل يعني الإنسان اللي ما عندوش يعني شيء في عقله مش مختل عقليا لأن العقل ده مناط التكليف لا بد الإنسان يعقل ما يكونه يصنع وفي نفس الوقت يكون إنسان بلغ وصل إلى حد البلوغ اللي يجب عليه الصيام هنتكلم في شأن الأطفال دلوقتي لكن لابد من إن إحنا نتحدث عن في من يجب عليه هذا الصيام من تجب عليه هذه الفريضة الإنسان المسلم العاقل البالغ الصحيح يعني الإنسان السليم اللي مش مريض اللي مش حيمنعه مرض سواء هذا المرض مؤقت أو إنه هذا المرض مزمن فيمنعه عن القيام بأداء هذه العبادة العظيمة وهو ركن الصيام فلابد أن يكون صحيحا ومقيما اللي هو ما بيكونش يعني مسافر وبالتالي إنسان يكون مقيم غير مسافر لكن إذا أراد أن يصوم فالمسألة يعني يرخص له بيئة الفطر إن أراد أن يأخذ بالرخصة فبيها ونعمة إراد أن يأخذ بالعزيمة فالأمر بين يديه بالنسبة للإنساء للأطفال عشان إحنا بنقول الإنساء على المسلم العاقل البالغ الأطفال لابد أن إحنا ندربه يعني على ولي الطفل أن يدربه سواء الأب أو سواء الأم وورد إنه في صيام يوم عشراء لما الربيع بنته معوذ الصحابي الجليلة بتحكي إن النبي عصد والسلام أمرهم إنهما يصوموا اليوم ده في صبيحة يوم عشراء ومن ضمن ما كانت بتقص علينا في هذه الرواية إنه كانوا بيصوموا الصبيان الصغار ويعطوا لهم اللعبة من العهن المواد اللي كانوا بيصنعوا منها اللعب في ذلك الوقت هي العهن يعني الصوف فكانوا يصنعون الصوف من الصوف لعبا للأطفال نعطي لهم اللعبة من العهن نشغلهم بها عن الطعام حتى تأتي ساعة الإفطار فكانوا بيدوا للأطفال الصغار اللعب عشان يلعبوا بيها يتلهوا شوية عن الطعام إلى أن تأتي ساعة الإفطار فبالتالي على ولي الصبي المميز الذي يطيق الصيام يستطيع الصيام وهو مدرك لذلك أنه يدربه على ذلك حتى يعتاد بعد ذلك القيام والأداء بأداء هذه العبادات هل الصبي المميز ده بياخد حسنات؟ بيؤجر وياخد حسنات؟ وكذلك الأم والأب أو من هو قائم على تربية وتوجيه هؤلاء الأطفال كذلك يأخذوا ثوابا على النصح وعلى التربية وعلى التوجيه وبيتعب شوية وبدربه يصوم جزء من النوع اليوم بعد كده بطول شوية اليوم عليه المسألة فيها نوع من التدريب ليألف الصالح من القول والعمل كمان من الأحكام المهمة أنه يجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس حتى تستطيع القيام بأداء هذه العبادة العظيمة وهي ركن الصيام أركان عبادة الصوم الإمساك عن المفطرات من طبعا طلوع الفجر إلى غروب الشمس الركن الثاني هي النية وعندنا بقى الآيات القرآنية وعندنا حديث النبي عيسى صلى الله عليه وسلم مثل قوله إنما الأعمال بالنيات وهو هذا الحديث باب يعني أم في هذا الموضوع لكن لابد أن نقف عند هذه المسألة أنه لا يشترط التلفز بالنية القصد للفعل يعني أنا دوقتي قمت ورحت وجبت الصحور عشان أتصحر وعندي أنا توجهت بعد كده بالإمساك عن المفطرات بالكيفية وبالطريقة الواردة أنا كده أديت انطلاقا من هذه النية وقصدت أي تعمدت هذا الفعل دون تلفز بالنية فنبقى عارفين أن الأصل في مسألة النية أنها عمل قلبي لا دخل للسان بها وحقيقتها القصد وعزم الإنسان على أن يفعل هذه العبادة أو غيرها من العبادات من جملة الأداب المهمة اللي لابد يستحضرها الصائم بقلبه ويتحلى كذلك بها بسلوكه مع استقبال هذا الشهر الكريم ليحظى بالأجر الجزيل أن يكف الصائم عم يتنافى مع الصيام ترجمة نانسي قنقر